من جانب آخر استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسم ولي العهد نائب حاكم الشارقة قبل ظهر اليوم الثلاثاء أيسا وأعضاء مجلس الشارقة للشباب وذلك في مكتب سمو الحاكم ورحب سمو ولي عهد الشارقة بأعضاء الوفد الذين قدموا للسلام على سموه واستعراض منجزاتهم وأنشطتهم وفعالياتهم خلال دورة عملهم وثنيا سموه على جهودهم خلال الدورة الحالية للمجلس وعطائهم المتميز لتفعيل أدوار المجلس الهم تجاه الشباب بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي نظمت خلال الفترة الماضية مؤكدا سموه على الحرص الذي يليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس العالى حاكم الشارقة في الاهتمام بالشباب وبكافة البرامج التي تدعمهم وتساهم في تطوير قدراتهم وسقلها وشدد سموه على أهمية اتجاه الشباب للمعرفة والتعلم وتعميقها والالتزام بثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والمجتمع والأخلاق والهوية الوطنية وهو ما يسهم في تكوين شخصية الشباب الخاصة وداع سموه إلى ضرورة التعاون والتواصل بين أعضاء مجلس شباب إمارة الشارقة السابقين واللاحقين وتبادل التجارب والخبرات بينهم من جانبهم أشهد رئيس وأعضاء مجلس الشارقة للشباب بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة وحرم سموه سمو الشيخ جوهر بنت بحمد القاسم رئيسة المجلس الأعلى للأسرة رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين واهتمام سموهما لا محدود بشريحة الشباب ورعايتهم وتوجيههما